بيير موسكوفيسي وزير المالية الفرنسي في بروكسل لشرح أهداف السياسة المالية الفرنسية والمفوض الأوروبي لشؤون الاقتصادية أوليرين يبدى اقتناعا بأن العجز المالي الفرنسي سيكون 3% نهاية العام المقبل والوزير الفرنسي يؤكد حتمية تحقيق ذلك أوليرين قال أنه من الممكن أن تحقق فرنسا نسبة 3% من العجز في ميزانيتها إن هذا الحد ليس فقط ممكن التحقيق بل سيتحقق ودون تدبير تقشفية مراجعة مضمون معاهدة الاستقرار لم يشر إليه بوضوح فموقع المناقشة ليس على ما يبدو في بروكسل برأي الخبير الاقتصادي دانيل جروس أن ينال الفرنسيون نتائج ملموسة هذا يعني المزيد من التنازل والمساهمة المالية من قبل ألمانيا ولذلك لن يحصل المفاوض الفرنسي على الكثير في بروكسل بل عليه أن يذهب إلى برلين الرئيس الفرنسي وعد أثناء حملته الانتخابية بمراجعة معاهدة الاستقرار المالي الأوروبي وقد تكون إحدى الطرحات الفرنسية خلال القمة الأوروبية المقبلة نهاية الشهر الجاري موسيقى موسيقى موسيقى